أهلاً أحباناً مشاهدينا لا تخف مذكوري مرات أعديدة في صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وفي كل مرة الله بيتكلم لا تخف مثل ما اسمعنا في وراها بركة أو وعد أو شيء الله عاوز يكلم الشخص من خلال وعد معين شفنا مع الأخ فايز إنه لا تخف لزكريا اللي كان في الهيكل لأن طلبتك قد سمعت يعني الله استجاب الصلاة بعد فترة زمنية يعني كان شيخ وزوجته عاقر يعني أصعب والموضوع حتى الملاك قال للمطوبة مريم لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فالله هو متخصص في أمور المستحيلة والشيء الثاني شفنا إنه لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة نعمة متفاضلة الله اختار مريم شابة من قرية متواضعة قرية الناصرة ظهر لها الملاك وأول تشجيع لها كان لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وكانت زكية سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فإحنا شفنا أول نقطتين إنه لا تخاف الله بيسمع وبيستجيب الصلوات وإحنا عايزين نشجع الناس إنه فعلا الرب استجيب والشيء الثاني إنه لا تخاف لأنه فيه نعمة عند الرب منسوب نعمة أقوى حتى من ظروفنا اللي إحنا من مر فيها أي تعليق قبل من فوض النعمة مقدمة لكل واحد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس النعمة تقدر تخلص أي حد وتعلمنا إنه نعيش وتفاضلت فليه ما تجوش للمسيح اللي مملوء نعمة يعني الخاطئ يجي المسيح يخلص المؤمن اللي تعبان يجي للمسيح يتعلم كيف يعيش بالتعقل والبر والتقوى وكيف ينتظر رجاء المبارك النعمة مقدمة للجميع